اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو انا صار مايحة تسبو الشي بتبطل تحبني تبهي يا ابنتي تبهي معقول وجع أبي حبيبي يا ستة بابا رسمتلك رسمي طلع ايدك من هناك وخد الرسمي لتشوفها انا ما رح قدركك مشا ما تفارقني انت ورجيني اياها البنتي الصغيرة انت ايه وليلا بالنص وانت جنبا بس تتحسن والطيب انا وانت وليلا رح نروح نسافر عالامريكا ايه حبيبتي منروح بس هلا روحي عالبيت وبس تتحسن رح اجي لا بابا لا تكذب شو يعني مفكراني اني رح اتركك بابا شو حبيبتي تعرف انه انا شفتك بالمنام ايه بدا وقت غيبت عني كنت بدك تبعتني عالمدرسة وما كنت بدي ايه انت هلا كمان ما بدك تروح عالمدرسة انا رحت عالمدرسة كتير ملقت من المدارس قللي كيف يعني مليت يعني تعبت طيب وهي نمت منح وارتحت ايه مظبوط معك حق بابا وانا كمان تعبت خلينا نرتح مع بعضنا رح يرطولي ايدي متلاك مشا ما ادرب فيك بالليل وانا نايم بجنبك بابا قلو لعاكفي فيك كلي هاي بدي عاني قرهف شوي شوي وبعدين بنقوم ايه يلا يلا موسيقى 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 رفاق ايديك ماما اي سلاح بدي شوفوا لعاكف وقفوا انت شو جابك لهون انا جاي مش هل احكي مع كل طلعت شو بدك تحكي لنا كيف قتلت اخونا ميرساد رح نحكي هون طلعت شامل هذا شو هم يعمل هون انا اجيت مش هن احكي معكن انا ما في عندي كلام مع واحد خايل خدوه وسلموا للمجلس لو كنت اخواتي بالسلاح معقول تسلموني بدون ما تسمعولي طلعت انت سمعت لميرساد قبل ما تقوصوا براسه يعني لو كنت انا اللي قاتلو كنت اجيت لهون طيب ميني اللي قتلو الشخص اللي قالكن انه انا اللي قتلته هو اللي قتله لا تفتري على الختيار الكبير نفكر هيك رح تهرب من خيانتك انا اجيت مشان اكشف لكم الحقيقة اللي مخباية عنكن ميرساد عرف بخيانة سنجر للمجلس وضحى بنفسه مشان يقدر يساعد مراد على مدار اللي يمسكه روحوا انتو هلا بلحقون تسلميلي يا بنتي الحلوة امي ميريني يا روحي تمسطي ليش عراتي طبعا بمسطني يا حبيبة كيف مراد تعبان يا بنتي بابا عمر اخد رهف وفوتها لعنده تحسن شوي ورتاح منيح انكون خليتو يشوف رهف تحسن شوي وانتي كمان يا بنتي لازم تتحسني خلينا كلنا نعيش مع بعض مافي شي مرايا امي مه... لو في شوية مكياجه... يمكان يجي مراد و يشوفني! بلا ما يشوفني هيك! يا شباب انتو ما عم تفهموه طلعت عم يعمل حركات نفسية علينا عند مين كام تخبي كل هاي الفترة عند عبد الحي وهن يمبعتولي عنا مشان يخلطوا الامور علينا وانت هذا يلي عم تعملوا كمان حرب نفسية كيف قدرت تحل كل هالالغاز بهي الفترة القصيرة السؤال كيف قدروا يخترقونا ويفوتوا بيناتنا عملوا عملية بالليل وشفناها ووقت ما عد فيه له المخرج بعتونا طلعت يا شباب طلعت عم يقول انه الختيار الكبير خاين وهذا الموضوع ما نبسيط ابدا والختيار الكبير القديم اصدر امر باعدامنا وانا وقارتي كان يمكن اعطينا قرار سريع ضد السيد عادل بس انا ما عم بفهم كيف تغيرت السياسة اللي طبق بها السرعة هاي وانا ما عم بفهم قضية محاولة اغتيال وزير الخارجية طلعت عم يقول انه تميران اجتوا اوامر من الختيار الكبير مباشرة مو هيك عاكيف انت كنت هنيك وانت حاولت تمنعهم شوفوا شباب بالنسبة للختيارية ما رح يهمنا اي موقع المهم عند الختيارية هو بقاء لامة لامة دايما فوق كل شي شايفين بعيونكن اكتر واحد قدم لهم خدمات هو مراد على مدار وبالاخير اعتبرو خاين انا ما عد فين يكون متأكدة من شي عاكيف لا اصح انه الختيار الكبير يقدر يجاوب على اسئلتنا بعد ما تنتهي العملية رح ياخد كل واحد منكم الجواب على سؤاله ماشي معلم بس انا في عندي طلب طالما رح نضطر انه ننتظر لاخر العملية انت كمان رح تخلي طلعة هون معنا وما بتبعته على القيادة اللي نكون كلنا سوا وقت رح نسأل الختيار الكبير عن اللي ببالنا بدنا طلعة يكون معنا السلام عليكم وعليكم السلام اخي مراد بعت مع بابا عمر خبر وصلكم ياه قال انه ما ندخل ونهتم بشغلنا وبس مهيك خال لا عابد قال خلييني جاهزوا حالا لاني رح اطلع الليلي من هون الحمد والشكرين لك يا ربي خلي مراد يطلع من هناك ورح نشكروا كلهاتنا كيف رح نطلعوا في عنكم خطة خال ذو الفقار اخونا قال رح يطلع فرح نطلعوا لو شو ما صار في شي اخبار عن الاستاذي هي بخير والحمد الله خلص تجاوزت مرحلة الخطار الحمد الله نعم سيدي عاكف حضر لي حالك في مجموعة جاية تأخذ مراد على مدار سيدي اذا نحن منجيبه بيكون احسن تعمل لعم ما قل لك ياه حضر حالك ضيافتك بالمشفى خلصت في مجموعة جاية تأخذك من هون عاكف بدي تسمح لي اني شوف لي لا قبل ما روح من هون كنت بعرف انك رح تجي كيف صرتي منيحة كنت مفكر اني مدعية عامة بس بلا فايدة لا تقولي هيك قلت لحالك ما رح تقدر تخلص مني فقلت بقتله وبخلص ليلا شوف حبيبي يا من موت سوا يا من عيش سوا انا اسف ما تعتذر وإلا معناتها انت فعلا كنت بدك تقتلني معقول العكي انا فيدي ضحي فيدي انا كنت خايف اني كنت خسرتك انا دائما جنبك يا روحي لا اول مرة بحياتي فكرت اقتل حالي ما كان بدي عيش من دونك وانا ما فيني اصبر عفراءك مراد ما تتركني لحالي ما سداتوا لقيت حدا يحبني وانا بها الحالي ما اقولي تركه شو سمحت لمراد يشوف الاستاذة ليلا في فريق جاية بده ياخد مراد على مدار بعد شوي رح يصال عاكف نحنا غلطانين شي لا تبلش انتي كمان معي نحنا ملتزمين بالمجلس مو بالاشخاص ليش قتلت تميران انتي جاية تحاسبيني باللي عملته لا انا جاي مشان اشرح لك شغلي انتي قتلت تميران لانك حسيته انه غلطان كان عم يحاول يغتال وزير وانت منعته وما كان بيهمك مين هو بهديك اللحظة ولا مع مين عم يشتغل بالنسبة لك اللي عم يعملوا الختيار الكبير هو الصح مراد على مدار انتهت زيارتك خلينا نروح وانتو لوين رح تاخدوا مراد الليلة لا تيلاي حبيبتي رح روح لعندو الطبيب لحتى يشوفوا بمضاتك مراد ما رح روح على مطرح رح ارجع بعد شوي لعندك تيرامي وصلت الفرأي اللي ناطرينك ماشي هلا هدون جايين ياخدوا مراد على مدار ايه نعم فاطمة خير شوفي هدون واحدة اسرائيلي اشتركوا في القناة عاكف فينا نحكي مع بعض شوي هلا ما فيني احكي عاكف لازم نحكي الموضوع كتير مهم وحساس انتو كملوا انا برجع خير شوفي انت عندك خبر انو رح نسلم مراد على مدار لمجموعة اسرائيلية انت شو عم تحكيه؟ ياللي بره فرأة اسرائيلية جايين لا ياخدوا مراد على مدار تعال معي شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رح تتحمل النتائج شوف كيف عم يحكي هالقليل الشرف فوتوا لشواء وانت كمان رح تستنى عم نجهز مراد على مدار عاكف هاي نورا انت رح تسلمي مراد على مدار للهيشو حيدار ارتكن انتوا استنوا برا ما تخلوا حدا يدخل لهم قالوا لنا انه نسلمكم مراد على مدار نعم انت شو عم تحكي شوفي عابد الاسرائيليين جايين عالمشفى هاد عديم الشرف سانجار بدو يعطي المعلم لااسرائيل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى انا بعرف وجع المحروق يا مراد على مدار انا شخصيا حرأت اشخاص كتير في فلسطين و لبنان صريخون وانينون لسات وجوات اداني موسيقى ماذا احتركت احبالك الصوتية اوى يمكن خجلات من صوتك ها؟ اي جوات المورفين؟ عرفت انك صرت مدمن عليه ما بدك؟ ما رح تقدر تطولي بعد شوي رح تبوس رجلي لتاخله موسيقى هذا الشيء اللي صار انا ما فيني اتحمله ونحن كمان ما فينا نتحمله بس هيك كانت الاوامر وبمجال شغلنا ما في مجال للعاطفة بنوم ما في مجال للعاطفة بشغلنا؟ قل لي ليش عاكف ما سلم مراد للإسرائيليين بإيديه موسيقى انا مليت من الحاكيمة حالي بينك وبين مراد علام دار تار قديم بدك تخلصه جرب انت يمكن يحكيه بينك وبين مراد علام دار تار قديم بدك تخلصه إذا قلت له إحكي رح يقطع لسانه مشان ما يحكي وإذا قلت له سكوت ما حيسكت لنوصل على إسرائيل الوجعي اللي دوقتني يا رح دوقك يا أكتر بألف مرة شيري عنوشه لحل نادل بدي متعيني وشوف الخوف يلي بعيونه مراد على مدار قتل بما فيه الكفاية من الصحاينة قلت لحالي خليني يجي بداله شوفوا يا رفقتي شو ما صار مراد على مدار كان واحد مننا أنا ما بعرفكم بس بدي أعرف نحنا بأي مبرر بدنا نسلمه للصهاينة العاكف بس تخلص العملية رح يخلينا نلتيق الختيار الكبير وقتا بتروحي بتسألي لحها عليك وبتفهمي منه طيب عاكف وينه عاكف ما نهون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عاكف شو عم تعمل شو بدك بها الشغلة هنم بدون يعني ما بدون ياك مظبوط يا عاكف عاكف أنا ما رح اسمح لك تدفع تمن أخطائي أنا بدي يدفع تمن غلطي يا خيموراد عملت أكبر غلط بحياتي أني وسقت بسنجر هذا الغلط مو بس انتهي اللي وقعت فيه كل ياته وقعنا بنفس الغلط الختيار الكبير بحد ذاته ما عرف شو اللي عم يعملوا سنجر معلم إذا أخذوك الإسرائيلية رح يقتلوك وما رح تنفت أنا إذا عاشت بهذا الوضع أو متهت فما رح تفرق أنت لساتك بأول الطريق عندك كتير شغل هات تعملها هذا قراري وأنا رح أقدر أعمل شغلي بهذا الطريق لفيلي رأسي وكلب شيلي هدئي عاكف طالما بتعرف أنه الإسرائيلية ما رح يخلوا مراد عايش معناها ما رح يخلوك عايش أي نورة عملي شو حاجت عاكف أنا مستحيل سلمك إلهم رح تسلميني لا تطلب مني هاد الشي إذا كنت بتحبيني شوي ساعديني مشان كفر عن أغلاطي ما رح أقدر عيش وعم يعزبني ضميري كيف قرر عاكف يعمل هالشي وما استشعرنا؟ عاكف عمل اللي كان لازم يعمله أنا لو كنت محله بدل ما عيش كل عمري وعم يعزبني ضميري بساوي واجبي وبرتاح رح نخبر الختيار الكبير باللي صار لو بلغنا الختيار الكبير باللي صار بيكون عاكف ضحى بحاله كرمال ولا شي الشي اللي ما عم أفهمه ليش عاكف غير قراره بهي سرعة مع أنه قرر ما يسمع لطلعت ولا يرد عليه أنا بالنسبة إلي في شغلة واحدة لازم نعملها نطالع مراد على مدار من هون ونبعته على مكان آمن عاكف عملي اللي اختاره وقرر يوقف مؤمرت الخاين أنا ما رح أترك عاكف بين إيدنا لأندال هدول الخيار رح يكون لألكن ترجمة نانسي قنقر سيدي ليش رح تنخلي عايش خلينا نقوصه برأسه أنا ما في عندي موت سهل لاي اللي بيتجرع ويلعب معي طالما هو يحط حاله محال مراد على مدار اللي بينما نمسك على مدار بح يعاني هو التعذيب تبعه فوت أدخل سيدي اتصل معنا حيدر من تشكيل الأمن القومي وقال في مستجدات كتير مهمة وبدو يحكي معك ضروري قال لي شو في عندك حيدر سيدي عاكف ما سله مراد للاسرائيليين متل ما أمرت انت شو عم تحقي حط حاله مكان مراد على مدار مشان يكسبوا الوقت وكل المجموعة هلا عم تشتغل مع مراد على مدار انت كمان بدك تتحرك مع مراد على مدار عفوا ما فهمت سيدي راح تعمل حالك عم تشتغل معه متل الباقين كأنك مع كل المجموعة هلا وبس تلاقي الفرصة مناسبة تقطع راسه وتبعد ليه سيدي هذا هو الوقت المناسب لازم ننهي هذا الشي قبل ما يطلع من هون أنا راح أعطي التعليمات الضرورية للفرأة لي ناضرة هرة انت انتبه مليح ولا تكشف حالك تحت أمرك سيدي حاضر سيدي طلعات انت منيح أنا منيح معلم أي نورة شرحت لي كل شي لازم نروح ننقذ عاكف أكيد راح ننقذه سجر قشفنا احتموا بليلة انتو معلم هاي مسدس هاكف معلم أنا راح أحكي مع قائد المجموعة ما راح تستفيد إذا أخذينا وابر مباشرة من سنجر ما راح يردوا عليه طيب شو راح نعمل فاطمة أي نورة طلعوا واحدة ورد تاني راح نطلع من هون وإذا لزم الأمر ما في غير إنه نقوص عليهم بس ديروا بالكم ما بدنا نقتل حدا يلا يا خلا موسيقى موسيقى استاذي ليلى لا تقعي ليلى مراد منيح؟ أي نورة جاء وبيني بسرعة صاير شي مع مراد؟ معلم مراد منيح بس إذا ضلاتي عم تلهيني فهدول رجال رح يقوصوا علينا كم واحد يا اتنين؟ 14 واحد معلين البقية رح يلفوا من ورانا شامل، ارتكيل، طلعت، لا أقول لكم حاضر ناستطيع دفع ناستطيع دفع اوازات انت الجيل بالا شكراً معليم أنا رايح ساعد الشباب أنتوا طلعوا ليلة معليم أنا راح طلع البنات ولحاك ما في داعك أنت طلع ليلة وبيكب فيها اشتركوا في القناة أنت بنيح بنيح معليم أعتقد ساعدوا الفيوك راح نطلع لإستاذي ليلة أمن البعض ماشي مراد على مدار جوا من شان خليكي توقفي على رجليكي وقفنا المستشفى كله على الرجل واحدة كلمة حلوة منك كانت بتكفي لتخليني أمشي وروس أنتوا شو عم تفلوهون يا شباب؟ معليم اتصل عاكف هو قال أنه الإسرائيليين جايين ياخدوك وقال بعطيه الروحي وما بعطيهني وقال تعالوا خدوا من المشفى أخي ذو الفقار عم تبكي من الفرحة لأنك شفتني ولا عم تبكي على هاي الحالية اللي شفتني فيها بالأسد حتى لو انجرح بيضل أسد الحمد لله شفتك واقف على رجليك خلاص ما عد نسكت لحدا مما كان يكون عبد لازم نطلع من هون بسرعة وبش رح يكون على الطريق فاطمة وأينورة بيروحوا مع ليلة وشامل على المستشفى اللي لقلنا عبد اتصل مع حسني من شاني جاهز حالي حاضر معلم معلم إذا بتسمح بدي إيجي معكن مشان أنقذ عاكف أنا بروح مع شامل المعلم لا تلق أخي مراد رح نبعد شبابنا كمان كل يلي صار هو مخطط صنجر أي بالضبط هو عم يلعب فيك من البداية يلي بيشوف حجمك بفكرك رجال عن جد ضراب مثل الرجال تصلي بسنجر أنت عم تضربه بدل ما يتخدر مخه عم يتخدر مخك إلك لو كانت هي خطة صنجر كان رح يحكي هيك صاير معك شي مشاكل؟ سيدي كلهم قبلوا الظرف بكل احترام وما في أي مشكلة كان عمل كبير يا متة من هلأ ورايح ما في حدا رح يوقل بطريق سيدي فيني أسألك شو الشي اللي بدك يا مني للمستقبل من هلأ ورايح رح تكون نائبي يا متة سلامتي وسلامة المجلس رح تكون أمانة بين إيديك يا متة يلا بل تجهز مجموتك أنا رح أعمل جهدي سيدي مشان كوم بمحل السقى اللي يعطيتني إياها وظيفتك الأولى كنائب إلي إنك رح تهتم بالسيد عادي روح مطرح ما هو موجود وإنهي أمره فورا أنا تحت أمرك سيدي أنا عرفتي اللي صار يا يعقوب وراح أعمل لازم ما تقلق الصبيان عندي معمي سدقوك بدك يعني سدقك هذا الخين اللي عندك بدي تعطيني إياه أنا ما بيهمني الخين تبعك سنجر الدور الجاي حيكون على مراد على مدار وعليك أنت اسمع مدار لازم هذا يعقوب ما يطلع من تركيا بالدياق تتصل بحيدر فورا بس انتبه منيحي لازم ما ينكشف لحدا سيدي والسيد عادل تركنا من عادل هلا يعني يعقوب إذا طلع عايش من تركيا إسرائيل وأميركا أكيد رح يجولي عنا لهون سيدي أنا علاقتي مع أميركا منيحة وبعرف شو الطريقة اللي فيه يقنعون فيها متى إذا لعبان بوكر معك تمضابط بالسي آي آي بدك يعني خاطر باستراتيجية ننفوط معهم بالواسطة هادوية اللي بتلعب معهم بوكر بس يسمعوا باسم يعقوب رح يوقفوا احترام معلم نحن شو قلنا شغل مع الأستاذ عبد الحي في شخص بيمنع هدول من السفر برات البلق وغير الأستاذ معلم أكيد سنجر قدر يحط عملاءه بكل الدولة كل الاستخبارات صارت بيده سوصار معاه انتبه لك ابني هيسروي القومية معلم اجت كبسة ولكن الحكومة اجت لعنى الحكومة عم تتثقل كرمالنا ما تخاف ريح عصابة الديمقراطية بتخليك مرتاح الدولة بتذل عند بيتك يلا ثلون والأرض ثلون حاضر خالي كارا بكفي الزلمة رح يروح فيا ولو يا سيد أشرف معقولة عم تقلي ما عزب متة وما عزب هاد كمان كيف رح نقدر نلاقي الختيار الكبير يلا يا ابني حكيلك بدل ما تتعذب هون لبكرة الصباح قل له خلصنا وين حاطين السيد عادل انا بقى معرف لك حبيب قلبي ما تعلمتوا تحترموا الكبير وتحموه انت بدكاني جيب معلمك متة وانزل فيه ضرب بالعصايا ولا شو طيب متل ما بدك يا ابني رح اشحاط معلمك ماتة شو هالأخلاء اللي مربع عليها أرجعلك ماتة بعرف خدماتك وتضحياتك للدولة وبعرف قديش هك مخلص إله بس الشخص اللي عم تخدمه هو أكبر خاين للدولة بالنسبة للختيار الكبير أنتو كمان أكبر خواني كيف بتعرف الخاين من الليمان وخاين يا متا؟ تعرفه بأعماله أنت من أكتر الناس بتركيا بتعرف شو هي مشكلة الإرهاب عنه كيف بتشوف استراتيجية سنجر لا يضرب سياسة الانفتاح والمصالحة اللي بلشنا فيها؟ هاي مو اسمه خياني يا متا؟ كل واحد إلو اسلوبه واحد بده ينهي المشكلة كله بالحرب وغيره بده يتفاوض إذا كانت بتنتهي بالحرب أنتو سبقوا حاربتو كتير قدرتو تنهو الأزمة؟ سيد أشرف لا تتعب حالك بالحكي متا؟ ليك أخي أنت بتعرفني وبتعرف أني ما بحبك وانت كمان ما بتحبني بس يا متا الزلمة باعك ببلاش باعك عطني يا قطم ها؟ لكن احنا ما نجاج إذا أنت يا بلان أنك تكون دودة فما في أي مشكلة عنها أنا رح روح وأصر عزيز وخليه يحكي يا متا هم ها شكرا ها شكرا ها شكرا شكرا